نحن نتكلم بأن الاحتفال بمقاوية الدبلوماسية المصرية مناسبة مهمة جدا نحن نتكلم فيها عن التاريخ المشرف الدبلوماسية المصرية التحديات الكبيرة اللي وجهتها وإزاي قدرت أنها تحافظ فيها على مصالح مصر بالخارج أيضا تبرز دور القاهرة اللي كان ولا يزال صانع على الاستقرار في المحيط العربي والإقليمي معانا في الستوديو الأستاذ أحمد ناجي أمح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية عشان نتكلم عن هذا البلف تحديدا نصبح على حضرتك وقيمة ضيف عزيزة علينا في صباح الخير شكرا لحضرتك صباح خير أهلا بك أستاذ أحمد الحقيقة أنه يعني خلينا نقول أنه الدبلوماسية المصرية هي يعني مصر لها باع طويل جدا في الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية الحقيقة يعني تاريخها من أيام الدولة الحديثة من أيام محمد علي فخلينا نعرف من حضرتك ليه تحديدا اليوم ده وليه تحديدا 1922 ليه 15 مارس خلينا نعرف من حضرتك القصة طيب زي ما حيك قلت التاريخ ابتدى من عصر محمد علي بالتحديد 1826 لما تم تأسيس ديوان للتجارة والمعاملات الأفرنجية كان اسمه كده وبعد كده تحول إلى نظارة للخارجية تلغت طبعا 1914 وبعدين رجعت بعد كده مع الاعلان الاستقلال الدولة المصرية في 22 وبقى التاريخ الاحتفال بالتأسيس الوزارة لما عادت في 15 مارس 1922 بقى هو ده التاريخ السنو اللي بيتم فيه الاحتفال بعمر وزارة الخارجية الحديث إنما لازم نتفهم إن هذه الوزارة ووزارة من الوزارات اللي بتقولي عليها يعني البيروقراطية العريقة بيروقراطية المصرية العريقة ابتدت 1826 والتأسيس الحديث بقى كان 1922 نعم سوز أحمد بنتكلم على 100 عام من الدبلوماسية المصرية في الحالة 100 عام عاشت فيها الدبلوماسية المصرية لحظات ما بين التأرجح ما بين الحرب والسلم عاوزين نعرف أبرز المواقف للدبلوماسية المصرية الخارجية اللي يعني عاهدناها وعشناها على مر المئتان خلينا نعرف على محطات مهمة مفاوضات الجلاء والاستقلال ده كانت محطة من المحطات المهمة اللي خاضت فيها الدبلوماسية المصرية دور مهم جدا تليها العدوان السلاسي على الدولة المصرية 56 تليها حرب 67 تليها حرب 73 تليها حرب تحرير الكويت وما بينهم معركة استعادة الطابة ومؤخرا بقى أنت بتتكلم على أدوار مهمة جدا في تفعيل دوائر الأمن القومي المصري اللي هي لحسن الحظ تقريبا بتتقاطع مع اهتمامات الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها وفي الإطار ده شفنا دور مهم جدا للخارجية المصرية المؤسسة العريقة في التفاعل مع مستجدات الأمور بعد ثورة 30 يونيو 2013 وشفنا إزاي أن هي قدرت تنساجم مع الاستراتيجية الوسعة اللي حطها فخمة رئيس عفتاح السيسي تحت عنوان الجمهورية الجديدة وقدرت تنفذ على الأرض سياسات مكنت الدولة المصرية من تحقيق أهدافها طول الفترة اللي فاتت الدبلوماسية المصرية أو وزارة الخارجية المصرية الحقيقة كانت بتشتغل في مجموعة من الدوائر المتشابكة يعني أنت بتتكلم على الدائرة العربية والدائرة الأفريقية هم محور الاهتمام أو الكور الرئيسي يعني المكون الرئيسي لفعالية أداء الدور جاي من الاهتمام بالدائرة العربية والدائرة الأفريقية وفي الإطار ده مش ممكن تغفل دور الدبلوماسية المصرية في حركات التحرر العربي والأفريقي مش ممكن تغفل دور الدبلوماسية المصرية في تأسيس المنظمات المهتمة بالشأن العربي والأفريقي يعني أنت من أوائل الناس المؤسسين لي جماعة الدولة العربية 45 من أوائل الناس المؤسسين لي ما يعرف الآن بالاتحاد الأفريقي منظمة الوحدة الأفريقية سابقا كل ده أنت بتحاول أنك أنت تشترع على الدوائر الأقرب والأهم لك في السياق ذاته برضو كان في رؤية سابتة ودائمة يعني أنت بتتكلم على من 1826 مؤكد أن هذه الأجيال المتتالية من شيوخ ورواد وشباب الدبلوماسية المصرية قدروا يرتكزوا على مجموعة من الأهداف والثوابت اللي بيشتغلوا عليها يعني لبص للأداء الخارجية المصرية أو لبص للأداء وزارة الخارجية المصرية لازم يتفهم أن احنا اشتغلنا على تحقيق وتمكين الشعوب من حقها يعني طول التاريخ احنا بنشتغل حتى في حركة عدم الانحياز لما ساهمنا في تأسيسها احنا كنا بنشتغل على حقوق الشعوب في الدول النامية وده كمفهوم أساسي عند الدول المصرية طول عمرنا بندور على السلام مصر تبحث دائما في سياساتها الخارجية عن السلام والسلم والأمن والاستقرار طول عمرنا بندور على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مصر من أول الدول اللي وقعت على المنطقة الدولي لحقوق الإنسان أو الإعلان حقوق الإنسان في 1948 مصر طول عمرها بتبحث عن قيمة الإنسان وعلشان كده مش غريب أن احنا بنشوف التفاعل الكبير مع مبادرة حياة كريمة وقدرة الدبلوماسية المصرية على حجد تأييد الدولي لها وقدرة على شرح أهداف هذه المبادرة بما يتوافق مع الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية البشرية المستدامة السبعتاشر هدف كل ده بيقول أن هناك جهود مستمرة وأجيال مستمرة تعمل على تحقيق حاجة رئيسية اسمها قيمة الإنسان قيمة الإنسان أو المبادئ الأخلاقية اللي اتبعتها الدبلوماسية المصرية لتحقيق ده هذه الخامة الرئيسة عفتاح السيسي لخاصة في عنوان إحنا دولة شريفة إحنا دولة شريفة طول عمرنا عندنا التزام بكل الاتفاقيات اللي وقعنا عليها عندنا التزام بكل السوابت اللي تم ترسخها عبر أجيال مختلفة طيب أستاذ أحمد الحقيقة أنه ممكن البعض يعتقد أن الدبلوماسية المصرية مقتصرة فقط على الدبلوماسية السياسية لكن هناك دبلوماسية اقتصادية دبلوماسية ثقافية واجتماعية يعني المضوع أوسع كتير وأشمل من فكرة السياسة فقط ولكن زي ما حضرتك قلت بيتطلب ثقة المجتمع الدولي في السياسة والدبلوماسية المصرية عايزة عرف من حضرتك يا فنم إزاي مصر والدبلوماسية المصرية تحديدا قدرت أنها تسير في كل هذه المصارات بالتوازي وإزاي قدرت تكتسب ثقة العلم واحترامه بالطبع زي ما حضرتك قلت يمكن مؤخرا أنت شفت العالم كله بيرتجه لي الدولة المصرية وبينظر لها مش كفاعل إقليمي بس ولكن كشريك استراتيجي في إدارة ملفات الإقليم ده مش جاي من تقدير لقيمة الدولة المصرية في الدور السياسي فقط ما أصرح بها الله بموقع استراتيجي يعني بيجعلها دايما محط الأنظار وبيجعلها دايما محط الأهداف في حاجة في العلوم السياسية اسمها الجيو بوليتيكس الجيو بوليتيكس بتقول أن الدولة المصرية موقعها يكاد يتوسط العالم وبتتحكم في شريان ماء مهم وبتطل على بحرين في غاية الأهمية وبها العديد من السروات اللي مطمع لكتير من القوى حول العالم علشان كده الدولة المصرية اهتمت إن مبادئها في إدارة ملفاتها خارجية ما تكونش معنية بس بالجوانب السياسية ولكن معنية مؤخرا يعني في الفترة الأخيرة ابتدى يباني الدور ده بمناشط قضايا مش بس سياسية انت عندك قضايا تهديد أمن تقليدية وقضايا تهديد أمن غير تقليدية ابتدت تصعر على الساحة مؤخرا وبخبرات الدبلوموسية المصرية قدرت تتفاعل معها بكفاءة وتشتبك معها على نحو عالي جدا من التأثير يعني لو بتكلمي على دوائر التهديد التقليدية مصر من أول الدول اللي بتطالب العالم حتى هذه اللحظة بالتعامل الجدي مع ملف الإرهاب مصر من أول الدول اللي نظمت مؤتمر لصنع السلام عقدته في شرم الشيخ احنا بنكلم على الدولة المصرية وده اللي لازم نفهمه لأن هذه الوزارة تمثل عمق مؤسسات الدولة المصرية وده اللي مقدرش تنظيم إرهابي حاول أن يتمكن من مفاصل الدولة المصرية في لحظة من اللحظات أنه يفسخه أو يمزقه لكن هذا العمق لهذه المؤسسات هو اللي مكنها من التصدي لهذه المحاولات بتشوفي التفاعل الكبير للدبلوموسية المصرية مع قضايا التهديد غير التقليدي لما بتتكلمي مثلا على قضايا زي صحية زي جائحة كورونا وإزاي الدولة المصرية قدرت تقدم النموذج في التعامل مع جائحة كورونا وإزاي قدرت عبر المؤتمرات المختلفة لنظمتها المؤسسات المعنية والمنظمات المعنية بإدارة هدم ملف على مستوى العالم ونظمة الصحة العالمية على سبيل المثال للتابعة للأمم المتحدة إزاي الدبلوماسية المصرية كانت متواجدة بقوة وحضرة بقوة وقادرة على التصدي للمطالب المصرية المشروعة وللمطالب الشعوب المشروعة في الحصول على حقها العادل في اللقاح في الحصول على حقها العادل من توطين صناعات اللقاحات في هذه الدول كمان حاجة لازم حضرك تخدي بالك منها إن احنا اشتغلنا على ملف في غاية الأهمية ملف المناخ مثلا مؤخرا وده اللي كللت جهود الدولة المصرية ووزارة الخارجية ووزارة البيئة لأنه ده المفهوم الشامل للسراتيجي لعمل مؤسسات الدولة إن مش كل وزارة بتعمل في بيئة مستقلة ولكن هناك تنصيق دائم وده بيحصل في الفضل للقيادة السياسية فخمت رئيس عفتاح سيسي واللوط رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى المدبولي على حسن إدارة ملفات الدولة على هذا النحو بما يمكن من تسهيل تحقيق الأهداف للسراتيجية للدولة المصرية لما حضرتك بتبصي إزاي إحنا قدرنا ناخد كوب 27 في نوفمبر القادم إن شاء الله وإزاي مصر حضرة بقوة في كل مؤتمرات المناخ مش على المستوى الرسمي بس ولكن حتى على المستوى غير الرسمي عبر تفعيل قدرات خبراءها المختلفين الذين يدرسون بعمق وبتحليل كافي للتزوار المناخية والتنوع البيولوجي وأهمية التواجد المصري في هذه المحافل أنت بتقدر يتقفي على إزاي هذه المؤسسة أو هذه الوزارة بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة قادرة على التفاعل الإيجابي مع كل ما يهدد المحيط الاستراتيجي للأمن القوم المصري لأن أنت بتتكلمي على وزارة تدرك جيداً أن هناك مجالاً حيوياً للأمن القوم المصري لا ينبغي اختراكه بأي نوع من أنواع التهديد علشان نقدر نحافظ على ثبات الأمن القوم المصري عند درجاته الأمنة المستقرة بما يمكن هذا المجتمع من تحقيق أهدافه في الإطار ده حضرك بتشوفي إزاي مش بس الدبلوماسية تفعلت مع العمل السياسي المنوط بيها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والإقليمي لكن بتقدر تشوفي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي هذا الحضور وهذا التفاعل مع الدوائر يعني لو في دوائر خمسة سبتة للأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية أنت بتشوفي أن من قلب هذه الدوائر مصر بتدت تخلق دوائر مصلحية يمكن في التمانينات والتسعينيات بتادينا نتكلم عن منتدى للبحر المتوسط عملية برشلونة النهاردة إحنا بنتكلم على أن من قلب دائرة البحر المتوسط مصر بتادي تخلق دوائر تفاعلية أصغر يعني بتشوف الدائرة الخاصة بمصر وأبروس واليونان وبنشوف إزاي الدولة مصرية بتستخدم مثل هذه التحركات على دوائر صغيرة جدا لتحقيق الأهداف الأكبر أنت بتشتغل على شغل اقتصادي اللي حضركوا تبتكلمي عليه أنك أنت هذه الدائرة الضيقة في قلب البحر المتوسط معنية بإدارة الغاز وشفت إزاي الدولة مصرية قدرت أنها من خلال إدارة هذا الملف تتمكن من تأسيس منتدى القاهرة لإزمار الغاز قدرنا نخلق دوائر مشتركة ودوائر تفاهم كمان أكبر زي ما حضرتك قلت وأكتر بالزبط يبقى بقى أنك أنت في الفترة الأخيرة مع كل التقدير لكل ما تنجزه الوزارة على الأرض من مهام بفعالية كبيرة جدا لكن لازم تحسبي برضو حساب للديبلوماسية الرئاسية وأن هذا جزء من منظومة السياسة الخارجية المصرية يمكن لما بيكون فيه قائد سياسي مستوعب الأهداف للسراتيجية لدولته وقادر على إدارة هاتين ملفات بتشوفي أن الزيارات الخارجية بتشوفي أن استقبال الوفود الأجنبية التي تزور الدولة المصرية بيبقى خاضع لمعايير تحقيق الأهداف القومية والمصلحة الوطنية للدولة المصرية لما بتبصلها بتشوفي إزاي أن إحنا قدرنا نستخدم الدبلوماسية الرئاسية والشخصية الكاريزمية لفخامة رئيس عفتاح السيسي في التأثير على تحقيق الأهداف المصرية يعني كل المنتديات كل اللقاءات كل المؤتمرات السنائية فيها استعراض للثوابت الرئيسية وفيها شرح أن مصر دولة تحترم وتلتزم اتفاقياتها مصر تدير ملفاتها بعقلانية ورشادة كبيرة جدا مصر دولة لا تبادئ بالعدوان مصر دولة تطالب الجميع بتنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم مصر دولة تراعي المبادئ الإنسانية والأخلاقية في إدارة العلاقات الدولية أقف هنا تحديدا عند تنفيذ هذه الأسس للدبلوماسية المصرية وأقف المحطة الأخيرة في آخر سبع سنوات تحديدا للدبلوماسية المصرية لأن مصر في الحقيقة قدمت نموذج فريد ومختلف من نوعه في الدبلوماسية المصرية الدبلوماسية التي تعتمد على احترام إرادة الشعوب في الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أيضا ويمكن ده اللي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا في كبرى المحافل الدولية أن النموذج المصري للدبلوماسية المصرية هو نموذج قائم على الاحترام للدول الأخرى شايف إزاي النموذج ده تحديدا في آخر سبع سنوات ما هو ده النموذج الناجح اللي مكن الدولة المصرية سريعا من التعافي واستعادة محيط تأثيرها أنت بتتكلم على أنك فضلت الفترة من 2011-2013 وما قبلها بتتكلم عن تراجع الدور المصري ما قبلها في ملفات بعينها بفعل ترهل الأصاب كافة مؤسسات الدولة المصرية في هذا التوقيت يمكن ده أدى بينا إلى اللحظات الحارجة اللي مرت بها الدولة المصرية بعد ثورة يناير 2011 لكن خلينا نقول أن مع انطلاق التعافي المصري أنت لقيت المؤسسة البيروقراطية العريقة القادرة على إدارة ملفات الدولة المصرية حاضرة وبقوة ولديها من القيادات اللي مكنت الدولة المصرية أن تحسن الاختيار في شخصية معالي الوزير سامح شوفري وزير الخارجية وإزاي أنه هو التصدى لمهام في منتهى الحساسية والدقة على مرة هذه المراحل أنت بتشوف أن الدولة المصرية بقت حاضرة بقوة في استعادة دورها الإفريقي وده اللي مكننا أن نترقص الاتحاد الأفريقي 2019 بتشوف أن الدولة المصرية كانت حاضرة جداً وترقص سبقوا تجميد يعني كان فيه تجميد لعضوية مصر في الاتحاد الأفريقي سرعان ما ترقصنا بعدها ده كان أحد الأزمات الكبرى اللي حصلت بعد ثورة 30 يونيو و2013 والمطالبة بتجميد الدولة المصرية أو عضويتها في الاتحاد الأفريقي وهنا لازم نربط بالتفاعل السريع للدولة المصرية والقيادة السياسية فخمت رئيس عفتاح السيسي مع الدول العربية المؤثرة في منظومة إدارة العلاقات الدولية والتأثير فيها بتتكلم على المملكة العربية السعودية وبتتكلم على الإمارات العربية المتحدة بما لهم من تأثير كبير في إدارة ملفات دائنها ملفات تتعلق بالنفط ملفات تتعلق بالتجارة والممارات الملاحة العالمية وبالتالي قدرت تتجاوز هذه المرحلة وتنطلق للتأثير في الدائرة التي تمثل الحاضن الرئيس الأمن القوم المصري يمكن هو الجديد في الدولة المصرية طرحته طول السنين اللي فاتت الاهتمام بالدائرة الأفريقية والاهتمام بمطالب شعوب الأفريقية ده لم يخلاش الدولة المصرية تبتعد كثيرا عن الدائرة التانية لأننا كنا بنتكلم أن دائرتين هم محور تحرك الدولة المصرية هم اللي بيؤسسوا لدور مصر الاستراتيجي في هذا الإخليق بتتكلم على الدائرة العربية وده كان التبني الطبيعي للمطالب العربية بتتكلم عن القضية الفلسطينية باعتبرها قضية الأم واللي الدولة المصرية شايفاها هي المنبع الذي يتم من خلاله تفريخ التنظيمات الإرهابية والتجنيد على أهداف الجهاد وإلى آخره بتتكلم عن مناصرة الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها بتتكلم عن الحفاظ على الجيوش الوطنية لأن طبعا في رؤية في هذا الإطار أن الجيوش الوطنية هي محور بناء الدولة الوطنية العربية والدولة الوطنية الأفريقية وأن أي تهديد أو مساس بهذه المؤسسات بيمثل انهيار لهذه الدول وده للآخر حتى هذه اللحظة عبر الأطلسي أو عبر البحر المتوسط مش قادر يتفهموا أنك أنت عندك طبيعة مختلفة ثقافية واجتماعية وسياسية ما تنفعش تتعامل معها في هذا الإطار ويتبقى أن مطالب الشعوب العربية ومطالب الشعوب الأفريقية احتلت الأولوية وده اللي مكن الدولة المصرية أن تعيد سياغة العلامة الوطنية بتاعتها على طريق أكثر رشادة وعقلانية في التعامل مع ملاشية سيد أحمد ده بيبلور رؤية القيادة السياسية ورؤية ثاقبة وسطة تحية زي ما حضرتك قلت طبعا خلف هذه الدبلوماسية في قامات كبيرة جدا قادرة تدير وقدرة تحمي المصالح المصرية وقدرة تحمي حقوقها كمان على القطوط الخارجية وده شيء مهم جدا ونقطة مهمة جدا نحن الحقيقة دلوقتي بنجني ثمارها وشايفينها ووضحة يمكن حتى للناس اللي ممكن تكون مش متابعة أو السياسة لكن فعلا الفارق بين ووضح للعين بشكر حضرتك جزيلا شكرا أستاذ أحمد ناجي أمحا شكرا لحضرتك رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية نورتنا شكرا فأنا شكرا أستاذ أحمد ناجي يعني نورتنا وكنت ضيف خفيف دايما كده على قلوبنا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضرتك